هنبتدي بأول حاجة هي الخاصية الفلزية والخاصية اللا فلزية يقول لي تنقسم العناصر إلى أربعة أنواع النوع الأولاني وهو الفلزات النوع الثاني اللا فلزات النوع الثالث أشباه الفلزات والنوع الرابع الغازات الخاملة هنبتدي مع بعضينا أول حاجة الفلزات عايزين نتذكر مع بعضينا اللي خدناها في الحالة السابقة يعني إيه فلزات الفلزات هي عناصر غلاف تكافوها أو المستوى الطاقة الأخير لها بيحتوي على أقل من أربعة إلكترونات معنى كأنه يحتوي على إلكترون واحد أو اثنين إلكترون أو ثلاثة تمام؟ قال لي التفاعلات أو الفلزات دي أثناء تفاعلها أو أثناء التفاعل الكيميائي بتقوم بفقد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير يعني لو كان العنصر بتاعي آخر مستوى الطاقة فيه واحد إلكترون لما بيخش التفاعل الكيميائي بيفقد هذا الإلكترون طيب لو كان العنصر بتاعي في توزيع الإلكترون ليه في آخر مستوى اثنين إلكترون هيفقد الاثنين إلكترون دول أثناء التفاعل الكيميائي طيب يا مستر لو كان العنصر بتاعي في التوزيع الإلكتروني للأخير أو في مستوى الطاقة الأخير له في ثلاثة إلكترون فبالتالي هيفقدهم أثناء التفاعل الكيميائي طيب يا مستر هو ما هيفقد الإلكترونات الموجودة في آخر مستوى طاقة رئيسي هيتحول لإيه؟ قال لي هيتحول إلى آيون طيب الآيون ده موجب ولا سالب؟ قال لي لا هيبقى آيون موجب ليه آيون موجب؟ قال لي لأن ساعتها تكون عدد البروتونات الموجودة داخل النواة أكتر من عدد الإلكترونات اللي بتدور حولها وظهر بعد كده شحنة موجبة بجانبها رقم أو عدد قلنا الرقم أو العدد ده بيدل على إيه؟ ده بيدل على عدد الإلكترونات المفقودة أثناء التفاعل الكيميائي نبدأ مع بعضينا في الزات قال لي تتميز بإحتواء غلات فكافقها غالبا على أقل من أربعة إلكترونات يعني فيها واحد إلكترون أو اثنين أو ثلاثة تميل إلى فقد إلكترونات أثناء التفاعل الكيميائي حتى تصل للتركيب الإلكتروني لأقرب غاز خامل لأقرب غاز خامل يسبقها في الجدول الدوائي بعد كده بيقول إن هي بتكون أيونات موجبة الشحنة لأنها تفقد إلكترونات ويصبح عدد البروتونات فيها أكبر من عدد الإلكترونات فتظهر عليها شحنة موجبة وقلنا العدد اللي بي موجود جنب الشحنة الموجبة ده بيدل على العدد الإلكترونات المفقودة أثناء التفاعل الكيميائي شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن